تزأ أسماء راحة العمرة أول مرة في حياتها تروح العمرة وبعدين بتقول إنه هي أول ما شافت الكعبة بكت لك لما دخلت الروضة الشريفة لم تبكي وشافت إن الناس كثير كانت بتبكي أهم ما يشغل الإنسان في رحلة العمرة والحج هي إنه دايما يسأل الله اللهم يسرها لي وتقبلها مني إن الإنسان يرزق التوفيق بالتيسير وقبول العمل اللي بيتوجه به إلى الله ما عدا ذلك عبارة عن مشاعر مختلطة للإنسان بتحصله لا تدل على شيء وركن الإنسان دايما يستبشر وقلدي بشرة للإنسان كل شيء بيحصله بكت أو لما أبكي يمكن الزحمة الشديدة اللي بقت دلوقتي موجودة والدخول ما بقاش ساهل للروضة فبالتالي الزحمة وربما بعض التدافع يخلي الإنسان يخرج شوية عن حال إنه يبكي أو ما شابه ذلك ربما زي ما تفضلت وقلت تذكري بأنني بجانبي حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ومهابة الوضع والحال ده اللي خلاكي يعني في هذا الوضع لا تبكين ربما ويكون ذلك أشد يعني إجلالا وتوقيرا للجناب النبوي الشريف فمش البكاء بس ده ساعات العين بتجمد من البكاء لما يكون الأمر جلل مش البكاء فقط تعبير عن خشوع القلب يعني وإن كنا بنسأل الله إنه إحنا نرزق عين تدمع لكن ليس في ذلك إشارة على أمر يعود بالسوء عليك ولكن سل الله القبول والتوفيق الدائم والتيسير الدائم لك